ياب ويونج اتشيفرز بروغرام هو البرنامج اللي اطلقوا بانك اوف بيروت او البرنامج مكافأة المنجزين من ان المنجزين شو هي المشاريع الممكن انه تتقدموا شو هي المكافأات هالتفاصيل كلا رح نعرفها من بول بولوس هاد اوف ماركتنج ببانك اوف بيروت للي ما تابعك بول صباح الخير مجرور نادية من الاخر مع بيير عم نشوفكن اسبوعيا بفقرة جديدة بتاعتوا عن هذا البروغرام مضبوط اول شي بونجور لاليك وكل اللي يسمعونا اليوم يشوفونا وبشكل خاص الشباب اللبناني اطلقنا الفكرة اوفيشيلي رسميا من حوالي الاسبوعين مع ببروغرام بير رباط خلقنا فقرة اللي هي اسمها اخر انجز بس اركز شو اكتر على شو هو الكونسيب شو هي الفكرة من وراء اليونج اتشيفرز بروغرام اليونج اتشيفرز بروغرام اول شي هو مت ما بتعرف في نادية بانك بيروت صار 1300 موظف سو بطل مؤسسة صغيرة وصل على وقت هو جزء من المجتمع اللبناني سو لازم يرجع يعطي شي لها المجتمع يعني دو من المسئولية الاجتماعية مئة بالمئة هو هيدا العمل لونج ترم مانا شغلة قصة يوم ويومين فيه فيجين يعني خلاص التزمتوا بالمنجزين الشباب مظبوط ليه اخترتوا الشباب ما اخترتوا البيئة او غير مواضيع مثل بقية المصارف حقيقة الشباب باللبنان بشكل حوالي 30 بالمئة من شريحة السكان أول شارلي شغلة تانية سأل بير نفس السؤال احجاب نفس الجواب لانه تصور اذا ما فيه شباب ما فيه مستقبل سو كتير مهمة انه نقدر ندعم الشباب نكون حدهم ونعطيهم دور على القليلة نساهم قدمة فينا طيب نوصل لبنان على محل أحسن إن شاء الله لما منقول المنجزين نابل شو من قصد الموهوبين شو المنجز يعني انجاز شو بديكوا فيه اكيد طبعاً اللي عم يعمل انجاز عنده موهبة بس هو البروغرام مانو بروغرام مواهب يعني الفرق وين انا فين ديكون شخص موهوب بس موهبتي بقيت عندي ما عملت فيها شيء يعني ما خدتها للنكس لفل الفرق ايما انت بتصير انجاز لما انا بيخد هالموهبة وبتصرف فيها وبعمل فيها شيء بشارك بيكمبيتشنز بشارك بي إن كان بلبنان ولا غير لبنان وبيخد بيعمل عليها راكو نشن بربح فيها شيء هلأ اول شيء واحد بروح راسه على البيزنس بس نحنا فتحينها على كذا مجال إن كان ارتس إن كان ساينس إن كان ميوزيك إن كان رياضة شو ما كان المجال بيقدروا يشتركوا بهال مية بمية مثلا بعطي مطلع بأول مشترك اللي فات معنا هو باوت بيعمل باوتري شعر بيكتوب شعر هلأ اوكي في كتير لو بيقول باوتري بيكتوب شعر بس انه وين هالانجاز انجاز انه هو اشترك بأكتر من محفل دولة وربح كذا جايزة بهالموضوع هيدا اصبح نحنا عم نضوط عم نعطيه مجال إنه اللبنانيين تانين اتعرفوا له عم نكرمه بطريقتين عم نكرمه بأول طريقة يلي هي يعني عم نكرمه بكل ثمز في خمسمائة دولار بيربح المشارك بالحلقة بس غير هيدا ما بطلقه فيه هون هي التكريم الحقيقي انه من بعد ثلاثة عشرين اسبوع بس يخلص البروغرام في عنا ثلاثة بيصلوا على الفنال وهو ثلاثة اشخاص هنه فين يكونوا او فريق او او شخص يعني او ثلاثة شباب او ثلاثة فرق او فرق اللي بيصلوا على الفين عدل الاول بيطلعلوا خمس عشر عارف دولار مكافأة الثاني عشر تارف دولار والثالث خمس تارف دولار بس غير هودة كلهم نحنا مكون حدو تكاونسلهم ونقدر ندعمهم بمشروعهم يعني المساعدة هتكون مكافأة او مساعدة مادية ومكافأة او مساعدة معنوية او منتورينج نوع من الارشاد للوصول الى حدفهم على سيرة الارشاد بدي اتذكرت انه بدي اشكر شركنا الاساسي اميديست اميديست تقاف حدن لهالاشخاص طبعا العمر نادي ما زكرنا لازم نقوله ان العمر هو بنت مداشر وخمس عشر وخمس عشر هنحكي عن الشروط الديتيل بس اميديست هي معنى اميديست دورة الارشاد في ناس حسب تحتاج درجة ارشاد اكبر او اوسع من الاخرين وفي ناس لا بس نحن هالشي موجود وكمان لازم الفط نظر انه عنا بارتنرشيب مشاركة من هلأ اصاروا خمس جامعات باللبنان اكيد انا متل ما شايف الامور رايحة نادية ان الله اراد انه سيكون فيه سيزن تاني جامعات اكتر اوكي لما بتقول مشاركة او اشراك اجامعات بهذا المشروع كيف يكون اشراك بس نوع من انه الطلاب بها الجامعة صاروا يعرفوا انه فيه البروغرام فكرنا وين احصل منصة اليوم نطلق هالبروغرام للتطوير وقابل نعدل عليها سنت جاية بس بدنا نطلق من محل انه احسن محل هو الجامعات من هكي حددت اذا بدك تسأليني عنه هلأ موضوع العمر 12-25 بدك تكوني لبنانية اكيدة وبدك تكوني او تلميزة الجامعة اليوم كارنت او سو هون الجامعة بتلاعب دور كتير كبير لانه بالاخر هالانجازات هالالعملات للشخص عم يمثل جامعته كميونيتي وعم يمثل لبنان اكيد مية بالمية لما نقول انجازات وذكرت قبل شوي بمحافل دولية او مسابقات عالمية شرط من الشروط ان يكون واحد مشترك باية كومبتشن سايرة او مسابقة او ربحان فيها او مش هيدا هو الانجاز؟ لا مش هو المعيار شروط بس سنة 18-25 يكون لبناني منتسب الى جامعة او منتسب سابق الى جامعة لبنانية او بيكون بألوميناي فيكون ألوميناي ممبر بس تجاوبك بمثل كتير منيح تاني مشترك اللي اشترك معنا نادية هو شخص مكفوف هلأ بتقولي لي بول اوكي سوات لا لا صنعش هون هو بيعمل مش بس بيدق موسيقى بيألف موسيقى بيألف موسيقى واخذ هالشي وعمل انجازات محلية بركية بس الفكرة بحد ذاته انه شخص مكفوف وعم بيقدر يعمل هالقدي نشاط وهالقدي يحقق اشياء هذا بحد ذاته انجاز هذا اللي بدي تعرف لي انجاز يعني ما المقصود بانجاز من بانك اوف بيروت شو اللي بتعتبروه انجاز الشخص اللي عنده موهبة تصرف بهالموهبة عمل حقق منه شيء وهي واجر اكتب يعني ماشي جديد لانه انا عملت كتبت كتاب كتبت ألفت قصة وبعد ما عرضت ما اخدت على دار نشر بس قصة كتير حلوة واخدت على بانك اوف بيروت هل بتلاقي صداء او لا بدي كون نشرتها بدي كون نشرتها بدي كون نشرتها واخدت ضجة مش بقصة ضجة بس بدي كون نشرتها وصار الى نوع من اعتراف فيها او محليا او او دولية مثلا في بنت مشاركة لبنانية فاتت بمسابقة عالمية هي ديزاينر فاتت بمسابقة عالمية وربحة تانية جايزة بالعالم بتصميم اعلان تتحفز الناس ينتخبوا ما حدا بفكر فيها بممكن تبقين كتير بسيطة بس افاكتف لهذا الشخص من البلد الكتير الصغير من هالشباب اللي عندنا اياهم بيكبر قلب كثيرا بنا اسألك سؤال اتهامي شوي اخدتوا شوي محل اللي مفروض انه الدولة اللبنانية تكون عم تعملوا يعني هو مكافأة بطريقة او باخرى لشباب لبناني عملوا انجازات هاي منشوفها ببلاد برا بس ما منشوفها كتير بلبنان الا على صعيد خاص مثل ام تي في او غيرها من تليفزيولات اللي بيستقبلوا الاشخاص اللي عندن انجازات صغيرة او متوسطة او كبيرة وبيضو عليهم عم تاخدوا محل حدا؟ يعني استفدتوا من هالثغرة مش قصة تاخدوا درجة؟ لسؤالك بمحله نحنا مش موجودين لنحل محل الدولة بس للأسف تعرفي بلبنان انه في تقصير كتير كبير خاصة خاصة بما بس تجي على شريحة الشباب صح من البديهة انه كان لانه نحنا ناخد هالطريق او نستراتيجيك لفل و بدي كمان اول شغلة مهمة انه اشتغلنا ايد بايد احنا والم تي في نحنا نقدر نطلع هالبروغرام على الهواء بدي اشكر نقيمين على المحطة اكيدة تذكر كان في حديث سابق بيناتناك انت عم قدم ايديا سبرايز وقت كان بعد وقالنا انه في كمان بانك اوف بيروت عنده فكرة شوي مشابهة هي مكافأة المنجزين اللي بعد بده يقدم افكار بدي يخد تفاصيل اكتر كيف بقدر يوصل لها المعلومات؟ كتير هيني عملنا اللي هي www.yapplebidon.com بفوت الشخص في اسئلة كتير بيسيك عنده مجال بثلاثين ثانية يعمل ابلود عن الانجاز اللي عمله وطبعا في سابورتنج ماتيري الو دوكيمنتز في بعطلنا ايهون على www.yapplebidon.com اوكي مين بيعمل استيلكشن بعدين؟ اوكي هلأ في عنا مثل ما ذاكرت عنا الجامعات وعنا الاماديست وفي البانك اكيدة وفي الام تي في من كل هالمؤسسات موجود بكالجني انا احد الاشخاص يلي بيصد نادية صار فيه اقبال كتير كبير على هالمشروع سوالعالم بتقدم تنعرض كل الافكار وبيصير فيه نقاش بعد نقاش بيصير فيه سوالشخص اللي عم بيفوت بالبريسيلكشن عم بياخد ايكوال اوبورشونيتي حقيقتان مثله مثل غيره يقدر يوصال معنا على هذا البروغرام كيف عم بيتم اختيار يعني انجاز كل قديش بتعمله هالعملية السيلكشن وامتا بيصير فيه نوع من تصفيات ليطلع الاول تاني 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 اليوم التسجيل بالبروغرام مفتوح لمدد التسجيل ل 15 نوفمبر اوكي اللي عم يسمعوني اليوم الشباب والبنات اكيدة بهالعمر هيدا بليز طلعوا سجلوا على الوبسايت عندكم بعد 15 يوم استفيدوا منهم بيسكر تسجيل اللي بدو يسير من وقته عنا جلسة او با 14 بين 14 الى 16 منشان نعمل second round of selection نعمل اول selection في عنا second round of selection مع المنتزبين الجديد كمان منشان نخلص نحنا الكانديداتس كلياتهم المشتركين اللي بدو يسير في شغلة كتير مهمة ليفتي كيف يربحوا الاخر ثلاثة اشخاص على اي اساس لح يربحوا لانه ما تنسى نادية انه هنه مش كلهم مقدمين نفس المشروع كل شخص جاي من باقران معين في عنا لجنة الحكم بالفقرة اخر انجاز مع بير بير رباط هيدا الى تقل معين منشان تساهم بالقرار النهائي بس بستاش نوفمبر كتير مهم نلفط النظر اللي عم يسمعونها انه لح يصير فيه public online voting اليوم انا شخص لبناني بدي عبر عن رأيي بدي اعمل support لشخص معين كانديدات معين فيني اعمل هالشي بتفوت online وبتعمله بتفوته وهيدي لح تساهم بنتيجة نهائية والنتيجة نهائية بتطلع بستاشر شهر لأ نتيجة بستاشر شهر لح يصير فيه عندك بعد 23 اسبوع على الهواء لح يصير فيه بخلص سيزن وان وبنعلون نحنا اخر ثلاث اشخاص اللي ربحوا به الفانل نحنا حنتبعكم كل حال يعني اسبوعيا من الاخر مع بيرو نشوف كيف عم بتصير تطور الفكرة والانجازات اللي عم بتصير منذكر كمان مرة اذا كنتم من طلاب الجامعات او طلاب سبقين بجامعات لبنانية بتحملوا الجنسي لبنانية وعمركم بين 12 و 25 عندكم انجاز بأي مجال من المجالات من الشعر الى الفضع اذا بتحبو فيكن تفوتوا على الويبسايت www.yapplebanon.com وفيكن تسجلوا هالانجاز تعملوا ابلودنج بي 30 ثانية وتكونوا من المشاركين بركة كمان بتكونوا من الرابحين وقت نقول لا امين هاي امين انت تجوفك عطول المنجزين كيفك اليوم انا اليوم مش بس الضيف المستقبل ومش بس تشامبين كتير كبير هو كمان انسان عزيز كتير على قلبي فمشان هيك لحكون انت كل الرياضيين عزيزين على قلبك يا ربي بالاطاعة اكيد لانه رياضيين بيفهموا الاختي وبيحكوا الاختي بس انا في اكيد شخص لم يكون استاذي بالرياضة هو بيبقى مميز دايما مشان هيك يا رجول عندك دغري لك